بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة في هذا اليوم المشمس يوم ربيعي ان شاء الله تكونوا كامل بخير مع عائلتكم جيتكم بهذه الفيديو نرحب بكم اهلين وسهلين ومسرورة بوجودكم اخواني اخواتي ونرحب بالناس اللي دخلوا معنا مؤخر ونضموا للقناة نقولهم اهلين وسهلين بكم ونشكر متتبعية الاوفية كما العادة فيديو جديدة اخواني اخواتي ومهمة جدن جدن ومعلومات مهمة دي بون نوفيل بورو اه برتاجوا الماكسيمون خاطفاتي وما تنساوش يعني اديروا جام للفيديو باش تطلع اه في المشاهدة وتعم الفائدة اول حاجة راح نهدروا على البون نوفيل بورو اه الفتح الكل للحدود ان شاء الله ورأي اللجنة العلمية اه ثانيا فتح خط جديد الى وهران اه ثالثا راح نهدروا على ماذا سيتغير ابتداء من اليوم اول معرس بفرنسا وضواحيها وكاينين معلومات اخرى كذلك راح نتكلمو عليهم اذا كفان الوقت نحاولوا ما نطولوش في الفيديو باش متملوش خاطفاتي اه ولا هذه هي النقاط اللي راح نتكلمو عليها خاطفاتي ما لاحظتوش حاجة في هذه الايام السابقة هذه السبنة هذه اللي رانا فيها يعني ما لاحظتوش اختفاء اه اختفاء كورونا اختفاء ديلتا اختفاء اوميكرو اختفاء ازممور من لا تيلي وسي عندنا ما شوفوش زممور في التليفيزيون اه كذلك قانوات تليفيزيونية عاد ما تكلمش على الاسلام والحجاب وهذه يعني اه فينال مو آآ بوتين دير حاجة مليحة اه من ناحية هذي السمائق قضى كلش قضى على زمور قضى على الكورونا قضى على القنوات اللي يتكلموا على الإسلام والعنصرية وفعل هذه جسد بين قوسين إخواني أخواتي إن شاء الله نتمنوا من أخواننا الجزائريين اللي رهم في أوكرانيا إن شاء الله نتمنوا من الدولة تديروا لهم إجلاء ويخرجوا من هذه الأزمة اللي رهم فيها رمعيشين يعني مشت الرعب ربي يحميهم إن شاء الله ويكون معاهم هذا وش نقوله اروحوا لفيديو التعنا كما هدرت لكم في الفيديو هات السابقة على وزير النقل اللي تكلم على الأسعار بتاع تذاكر وكذلك تكلم على الفتح الكلي يعني يسألوه بكتاش يكون الفتح الكلي مدام الكورونا رهيما خلاصت وكلش والإجابة التاعه كانت من يعني قلهم اللي مختصين في هذا القرار هم اللجنة العلمية أوني داكو بونوفل إخواني أخواتي اليوم اللجنة العلمية ومن بينهم البروفيسور بقاط بركاني كان يصرح اليوم الثلاثة وقال باللي ما كان حتى حاجة اللي تمنعنا باش نفتحوا الحدود كليا ونقصوا من الإجراءات الصحية ونحيوا الوبيسياء ونخليوا غير الوتيست أنتيجينيك في الوصول لا غير هذا يكفي بس كل حالة راهي مستقرة وليكا انت على الكوفيد راهي نقصت بزيف راهي تنقص بل بزيف كذلك وزير الصحة صرح اليوم يعني في زيارته للمستشفيات بسفا عامة في وهران خاصة قلهم باللي رانا خرجنا من الكورونا بحول الله وان شاء الله ما يكون غير خير خابتي هكذا هذا هو البروفيسور وش قلهم قلهم ما كان حتى حاجة اللي تمنعنا باش نفتحوا الفتح الكلي ولقاء وداروا تقارير وطلعوه لرئاسة الجمهورية ان شاء الله ان شاء الله ما نطولوش ونسمعو خبار الزين يا رب العالمين هكذا خابتي قولوا آمين يا ربي هذا وش رانا نتمناو اروحوا الموضوعنا الثاني كما راكم تتابعوا اخواني اخواتي وتعرفوا كامل تيركيس ايرلاين كانت تخدم غامل من الجزائر العاصمة من مطار هواري بومدين الى تركيا اليوم اخواني اخواتي عرضت شركة طيران اجنبية تيركيس ايرلاين رحلات موجهة ومطلوبة جدا هذا وسألوني عليها بزاف الناس كانت يعني مطلوبة جدا هذه الوجهة من قبل المسافرين وابناء الجالية ايضا بمعدل رحلة واحدة في الاسبوع في وجهتي وهران اسطنبول يعني ذكر فتحه خطة جديد وهران اسطنبول تبرمج الخطوط التركية رحلاتها الى الجزائر كل يوم احد الى غاية بداية شهر اذريل وهذه هي مواعيدها بين وهران اسطنبول تكون يوم سادس سادس تلتاش وعشرين وسبعة وعشرين من شهر مارس والرحلات العودة سوف تكون تلتاش وعشرين وسبعة وعشرين مارس وثلاثة افريل وهذه هما الوجهة تكون رحلة واحدة في الاسبوع من اسطنبول الى وهران ومن وهران الى اسطنبول واكيد تكون معاملة بالمثل رحين يزيدوا ديرو اغالجيغي كذلك تكون يكونوا رحلتين في الاسبوع هاني ان للناس تتاع وهران بسكو كانوا يدي بلاسيو من وهران يروحوا للالجي وباش يروحوا لتركيا وانتوما تعرفوا باللي الجزائري مزا في سافروا لتركيا هكذا خاتي مبروك عليكم يا الناس وهران والاوضا واحيها نروحوا الان ماذا سيتغير ابتداء من اول مارس يعني اول مارس ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا نروحوش نشوفو الحوايج اللي رحين يتغيروا فيه اول حاجة نبدأوا بها وهي قسيمة المطاعم يعني لشك غيستوران تم تمديد الزيادة في السقف الثابت عند 38 يورو حتى 30 يورو حتى 30 مارس هكذا قسائم العطل يعني لشك يمكن استبدال هذه الشيكات التي تزيد قيمتها عن 30 يورو والتي انقضى تاريخ سلاحيتها منذ 31 ديسمبر 2021 حتى 31 مارس 2022 لمدة سنتين اضافيتين النفقة يجب ان تمر جميع النفقات الجديدة من خلال وكالة تحصيل النفقة والوساطة التي يديرها صندوق اعانة الاسرة يعني لكاف وتأمين تعاوني الزراعي الاجتماعي وذلك اعتبارا من الاول من مارس فيما يخص الطلاق امام قاضي والاول من يناير 2023 بالنسبة للحالات الاخرى اصل اللحوم يجب عرض اصل كل اللحوم في المطعم ومقاص في الشركات والمستشفيات والمقاص في المدرسية مكافأة ماكرو اخر اخر الموعد النهائي الدفع هو 31 مارس يعني كما تعرفوا هذه المكافأة ماكرو للناس المبلغ الاجمالي هو دوميلورو للموظفين الذين لا يتجاوزوا دخلهم 4809.45 اورو في الشهر هذه بالنسبة للموظفين التسجيل في القوائم الانتخابية التصويت في الانتخابات الرئاسية يومي 10 و24 افريد 2022 يجب ان تكون مسجلين في القوائم الانتخابية التاريخ المحدد يعني الاخر اجل هو 2 مارس عبر الانترنت 2 مارس 2022 موظف البلدية الجمعة 4 مارس 2022 كاخر اجل في مارس ايضا خرجي المستقبل والطلاب الذين يرغبون في اعادة توجيه انفسهم لديهم حتى 29 مارس 2022 للتعبير على ذغباتهم فالا خاوتي التبديل الى التوقيت الصيفي ليلة 26 مارس الى الاحد 27 مارس 2022 الساعة الثانية صباحا ستكون الساعة الثالثة صباحا يعني نافانسي سويا انتبعنا فالا اخواني اخوتي هذه هي المعلومات اللي حبيت مفارتاجيها معاكم واللي عندي الى حد الساعة في انتظار ان شاء الله الفتح الكلي للحدود والخبر الجميل بحول الله ان شاء الله نقولكم بقوا على خير والامسية سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا